طبعا يعني عايزة أبدأ مع الأستاذة هيبة بالحديث طبعا عن أهمية القمة الأفريقية الأمريكية والقضايا الرئيسية التي يناقشها أولا أهمية القمة هو حرص من إدارة الرئيس بايدن على إقامتها في محاولة لمواجهة المنافسة الصينية داخل القرى الأفريقية وفي مواجهة لعادة ترسيخ الوجود الأمريكي مرة أخرى بعد غضب من عدد من الدول الأفريقية حول تراجع التزامات إدارة بايدن وقبلها إدارة الرئيس ترامب أستاذ هيبة من كلامك ده يعني في معنى أن أمريكا أهملت أفريقيا That's true بالفعل كان هناك تباعد بل بالعكس كان هناك نوع من الاستخفاف القمة الأولى كانت 2004 2012 2014 2014 والقمة الثانية إمتى؟ بالزبط هو رئيس ترامب أهمل قارة أفريقيا وكان ليه تصريحات اعتبرها الأفرقى موسيقى للغاية عندك مشاكل في دول زي مالية عندك مشكلة زي السد النهضة عندك مشكلة مع وجود صيني كبير في جيبوتي مشكلة في الغرب الأفريقي حول جبهة البوليساريو وبالتالي أمريكا اتهمت بأنها متراجعة ولم تعد تهتم بالقرى الأفريقية بشكل كبير حتى العلاقات كانت ضعيفة هل الوجود الصيني الياباني الروسي هو السبب؟ لأن دول زي روسيا والصين تقيم علاقات ليست لها شروط مكحفة مثل الشروط الأمريكية الولايات المتحدة تحاول فرض قيمها وشروطها وبعض المبادئ التي تتغنى بها وتلقيها عرض الحائط اللي هي بتتمثل في إيه؟ فيما يتعلق بحقوق الإنسان فيما يتعلق ببعض الاشتراطات في الصفقات العسكرية أيضا هناك مسألة تتعلق؟ هي ليه دائما يعني ورقة حقوق الإنسان هي الفزاعة اللي بتزهرها أمريكا دائما للدول؟ ليه؟ لأنها عنصر مشروط في أي مساعدات أمريكية ويقرها الكونجرس لأي دولة سواء أفريقية أسياوية أوروبية وما يتعلق بذلك؟ لكن المشكلة هنا هي ازدواجية في المعايير ما هي المعايير للحقوق الإنسان؟ بالضبط يالك إزدواجية في المعايير لأن الولايات المتحدة يمكن أن تضرب عرض الحائط بهذه المبادئ والقيم الديمقراطيةان ومبادئ حقوق الإنسان إذا تعارضت مع المصالح الأمن القوم الامريكي والمصالح الستراتيجية فبالتالي هناك ازدواجية بدأت دول العربية وا snaеше بها تحس بهذه الازداواجية حقوق الإنسان من النظرة الأمريكية تعتمد فقط على الحقوق السياسية والتعبير أليست حقوق الإنسان في المعيشة في توفير الغذاء في التعليم في الصحة أليست هذه حقوق أساسية للإنسان نعم ويضاف إلى ذلك حرية الرأي وحرية التعبير حرية التجمع كل الحريات التي نص عليها هي الأساس عندهم هي حرية التعبير لكن بقى ما بيبصوش لحقوق أخرى لا يعني هنا تختلف الأرأ بيبصوا ولا ما بيبصوش المسألة زي ما قلتلك فيها إزدواجية للمعايير لأن يمكن التركيز مثلا على حقوق الإنسان في دولة مثل إيران والتغاضي عنها في دولة مثل الصين